السلام عليكم وبركاته ازايكم يا اكمال كور في الدنيا الله ومبصال يا سلام ومبارك على سيدنا وحمادي وعلى الله وصحبه وسلم نهار درجانا مع بعض بحاجة سهلة قوي قوي بسيطة اتسألت فيها طول الفترة اللي انا وعدت اشبه فيديوهات خالص هي ايه ازاي اجيب المتراج بتاع اي تصميم يا ماريه طب سانيا واحدة هو يعني ايه المتراج الاول المتراج الكمية القماش لأي تصميم انت تستخدمي اذا كانت بلوزة او بانطلون او اي حاجة انت تستخدميها طيب ازاي اجيبها وهو في قوانين معينة لحاجات دي او في قوانين معينة بسهل او يعود بسيطة بس قبل ان نبتدي في القوانين اللايك الجميل والتعليل اجمل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس والله ومصال الله يا سلام ومبارك على سيدنا وحمادي وعلى الله وصحبه وسلم ونبتدي دلوقتي حالا بتجيبها كلوش اما حاجة واستطلعت ان النبي اول حاجة عندنا اي تصميم بيبقاله اشياء عشان نقدر نجيب منها المقاسة اللي مش بالضبط ايه الاشياء دي يطول يلوز يطول والدورون يطول يلوز يطول والدورون طيب عندنا اول حاجة اجيب الكلوش دوران الوز وطول الجيبة دول هقدر اجيب منهم ايه الجيبة عايزة مني ايه بالضبط او اي نوع الجيبة على فكرة جميع مش جيبة واحدة بس او مش جيبة كلوش. كلوش بيبقى لها طريقة تانية هو ارها لكم بطر. طيب عندنا دوران الوسط وطول الجيبة. طيب دلوقتي مسلا الكونين بقى بتاعتها. تلت الوسط في اتنين. تلت الوسط في اتنين. طيب لما جيب تلت الوسط يعني مسلا ستين. ستين. التلت بتاعها كام عشرين. في اتنين باربعين. ستين. التلت بتاعها كام عشرين. في كام? في اتنين. سوي كام اربعين. معادلة سهلة صح? طيب وبعد كده هنجيب بقى طول الجيبة. طول الجيبة مسلا مسلا عندنا اربعين. طول الجيبة كلو مسلا اربعين. في اتنين بقى. طول الجيبة في اتنين. هيسوي تمانين سنت. بس كده. بنجمع الاربعين. على التمانين بيسوي مية وعشرين. يعني متر خمسة وعشرين سنتي. ليه? انا زودت الخمسة سنتي عشان الدول بيبقوا فرقات الخياطة وفرقات القص والحاجات دي كلها. فهتبقى متر خمسة وعشرين سنتي. كمان عشان يبقى فيه براح وانت بتشتغلي ما تبقاش دقيقة او قفشة او تاخدي من مقاس بتاعها الاساسي تمام? يعني عملنا هي دلوقتي للجيبة. دلوقتي عملنا ايه للجيبة? دلوقتي عملنا ما عنديش لاي فاكر على اللايك. ادخلي عملت اللايك الاول. التاني حاجة عندنا الفستان. الفستان سهل قوي بسيط. وده عن طريق الوزن. ومعها الطول. الوزن والطول هنجيب منه المقاس بتاع القمش. تمام? طريقة سهل قوي او الشيك كده. بس اما حاجة اصدقى. اه تاني حاجة مش هنقولها الفستان. اول حاجة خالص هنقولها البلوزة قبل الفستان. طيب ليه كده? عشان خاطر بس فيه توضيح حتى اوضحه كده في البلوزة. سهل وبسيط قوي. كل اللي عليك بس اللايك الجميل. يلا بنا. اول حاجة البلوزة بتاعتك عشان تعمليها لازم تعرفي وزن اللي هتعملها لها. ده حاجة السيء. طيب من بالنسبة من تسعين كيلو يعني من تسعين كيلو فيما تحت. ده بالزبط هياخد طول البلوزة. يعني ايه طول البلوزة? يعني طول البروزة اللي جات عندي اا متر. مسلا طول البلوزة كده من هنا لانا كده متسانتي فخلاص. طول البلوزة بتاعي متسانتي. يبقى كمان هروح اشتري متسانتي متر واحد وخلاص. طيب. اااا ده بالنسبة لتسعين كيلو فيما تحت. تمام? مش فيما فوق. طيب بالنسبة للمية كيلو. فيما فوق. مية كيلو فيما فوق دي? ديها قانون. طب قانون هي مريم? قانون سهل قوي قوي موسيط. القانون بتاعها في اتنين. تمام? يعني ايه القلوم بتاعها في اتنين? يعني الطول في اتنين. الطول البلوزة اهو مية سنتي. طب اضربها بقى في اتنين. ليه كده? علشان خطر ده من مية كيلو الفي ما فوق يعني انا ايه مسلا في واحدة مسلا وزنها مية كيلو. فمية كيلو مية عشرين كيلو مية وتلاتين كيلو على حسب الوزن بتاعها. بالوزن هنعرف احنا محتاجين او مش قدقي. بالوزن. طيب. دلوقتي احنا خلصنا اه تقريبا البلوزة. نيجي بقى اه في حاجة مهمة قوي لازم نعملها السبتة. تجي واحدة مسلا تقول لي انا عايز اعلى البلوزة بكمة. ما حسبتيش الكومة ليه? لا ما انا حسبة كومة وهسبتولي جدراتي حرم في كل التصميمات الجاية. الكومة بقى عبارة عن كم سنتي بالجبيد بيبقى متر الا ربع. بيبقى متر الا ربع. بالزبط خمسة وسبعين سنتي. متر الا ربع على تقول هتروح للراجل بتاع القماش. متر الا ربع. طيب. دلوقتي بالنسبة للفستان بقى فستان زال بلوزة ولا حاجة تانية لا حاجة تانية زال غير البروزة خونس. الفستان من خمسة وسبعين كيلو. خمسة وسبعين كيلو من تحت. هيبقى المش بتاعه متر ونص. ثابت. هو ثابت كده على طول. اول ما تلاقي واحدة اه وزنها خمسة وسبعين سنتي. وزنها خمسة وسبعين كيلو. سوري معلش. خمسة وسبعين كيلو. يبقى ثابت كده على طول مية ومتر ونص اه وماش على طول. اقل من خمسة وسبعين كيلو متر ونص وماش على طول. من غير ما تتكلم مع. طب دلوقتي هيبقى فستان بكم خمسة وسبعين سنتي. خمسة وسبعين اه متر الا ربع. يعني كل النتيجة على بعض كم? هتبقى بالزبط مترين وربع. ده لو عايزبكم. لو عايزبكم مترين وربع. طب انا مش عايزبكم. بيبقى متر ونص. متر ونص. تمام? طيب دلوقتي مية كيلو. مية كيلو في ما فوق بقى. مية كيلو في ما فوق. اجيب لها فستان قد ايه? بتضربي. الطول في اتنين. الطول في اتنين. تمام? مثلا هي مية كيلو وطولها مثلا متر. اه مثلا اتنين مت. احنا الفستان قلناه. الفستان اه بالنسبة للخمسة وسبعين كيلو. بيبقى طوله بالزبط او طول القماش اللي انت بحتاجها بالزبط متر ونص. طيب امتى بتزود يا مرم? لما بكون عايزة عامل كومة? فالكومة بيبقى بكم? اما متر الا ربع. بتجمع الاتنين على بعض المتر ونص متر الا ربع وبتجيبي القماش بتاعك. ده بالنسبة لها اقل من خمسة وسبعين كيلو او خمسة وسبعين كيلو عموما. تمام? طيب المية كيلو بقى من بعد الخمسة وسبعين كيلو لحد المية وبرضو فوق المية. بتعملي ايه? بتعملي الطول في اتنين. يعني الطول بتضربيه مرتين. الطول مسلا متر فانت هتضربيه هيبقى اتنين. يعني بدلا ما اجيب متر قماش واحد لأ هتجيبي مترين قماش. مسلا ايه هو ده القانون كده? هي مسلا خمسة وسبعين يعني مسلا خمسة وتمانين كيلو هي. مسلا. طب تجيب الطول بتاعها كله. وبتضربيه. يعني ايه مسلا لو مية وخمسين في اتنين هيبقى بتلاتة متر على طول. زائد كوم هيبقى زائد كوم خمسة وسبعين سنتي. يبقى كان بقى يبقى اربعة متر الا ربع. اربعة متر الا ربع. تمام? ده بالنسبة للفستان اللي مفوش ولا كشكشة ولا في اي قسارات ولا اي حاجة خالص. زي الفستان سيمبل كده نازل على طول. طب انا عايز اعمل الفستان في قسارات وفيه الحاجات دي. فدي ساعتها بتعملها لحسابات تانية. اللي هو بتاعرف انت عايز تسديم فيها قد ايه كسارات قد ايه كشكشة على حسب من حاجات انت هتعملها لها. طيب. وبعد كده عندنا البنطلون اخر حاجة هو خالص. البنطلون عندنا بالطول بس. يعني طوله طوله الوزن. تمام? الوزنة قال لها من اقل خمسة وسبعين كيلو من تحت. اه طول البنطلون او طول القمش عموما بيبقى متر وربع سابت. متر وربع سابت. تمام? طيب. البنطلون الواسع عايز اعمله يا مريم. البنطلون الواسع بتجيبي الخمسمية متر خمسة وعشرين سنتي في اتنين. متر خمسة وعشرين سنتي في اتنين. تساوي باتنين متر ونص. ده البنطلون الواسع. البنطلون الواسع اللي انا هتزيلكم وصور طبعا. البنطلون الواسع العادي. تمام? واسع. اما البنطلون العادي متر ونص. فيه ايه بتبقى زيادات خيوطة فيه بتبقى براحة فيه حاجات كده فلننتي مثلا هتجيبي متر ونص عطوب بانطلون وهتجيبي من ناحية التانية مثلا اولي تلاتة متر الا ربع بانطلون واسع ليه بانطلون واسع اللي بانطلون واسع واسع بيبقى النازل واسع تمام احنا وصلنا لهاية الحلقة دمام بصالة السلام بارك على سيدناك مدينة عليه وصحبه وسلم يا ربي تكون سهلة وبسيطة كده عليك وطبعا بالنسبة للناس اللي اعزك كتاب يا جماعة احنا بنسلم الكتاب مرة واحدة سلمته مرة واحدة طب انا هسلمه تاني يا مريم او بسلمه تاني انا بتدخول يتقولي لي يا مريم انا عايزك كتاب بديك الكتاب على طول بس اتدخولي تقولي لي طب ازاي استلمه او الدنيا دي لأ طبعا انا هسيب لك تحت فيديو زي استلم الكتاب ادخول لي وشوفيه بطريقة سهلة او بسيطة ان شاء الله هنعمل الجزء التاني وهنزله بردو من الكتاب اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم